اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في منطقة قناة القدس في سهل عبدالشيخ عبدالسلام الرفاعي بقعان هذه ارض اسمها ارض البقعان ارض تابعة ارض وقفية يعني تابعة هذه الوقف موقوفة باسم عبدالسلام الرفاعي ارض البقعان عبدالسلام الرفاعي هذه الارض احنا يعني من حوالي اكثر من عشر سنوات بانين فيها طلع انت رغم يعني الامور ان كل المنطقة فيها بنايات بس هما الاسرائيليين بصدلونا دائما في هذه المنطقة هدموا قبل شهر عند حمود هدموا كازية قبل حوالي عشرين يوم هدموا كمان هون هدموا كمان القواسمه قبل حوالي اسبوعين واليوم تفاجأنا انهم الصبحيات بيجوا بكل المعدات بيجوا بحوالي اكثر من حوالي بجوث 300 عسكري مع عمال مع تبنائهم اللهم بيهدوا في المشحمة هذه مشحمة ومغسلة سيارات ومحل قهرباء تعود هذه الارض للأوقاف مستأجرة من الأوقاف القدسة الاسلامية أرض طابع باسم الأوقاف ومتأجرها منهم تيسير الشيخ تيسير سعيد صالح الشيخ متأجرها هان وهو يعني اللي بيشتغل فيها وهذا الإنسان يعني يعين أكثر من حوالي 13 نفر في من خلال هذه وجرة هذه المكان بادر الرجل وسوى خوارط وترخيصات وعبت قيل وحط محمين ووصل أيضا للعليا قالوا له بدنا نهد لك أو بتهد لك لحالك تيسير رفض أنه يهد لحاله لأنه تيسير ما عنده أنه ما بيسمح نفسه أنه هو يهد لحاله بيته يهد لحاله ما كانه يهد لحاله فاجوا وهدوا له الخسائر أكثر من مليون دولار محاميين وخوارط ترخيصات وشغل كان فيه هون برقس ارتفاعه 7 أمتار ألف متر لغسيل التريلات والشاحنات كان فيه هون خمس محلات كهربة سيارات تشحيم كمليات هناك كان فيه سكنتين مبنيات من البناليت سكنتين للعمال ومكاتب وإشي كمان هدموهم تنكات السلر أكثر من حوالي أربعة تنكات السلر جابوا تريلات وحملوهم عليها هدموا بدون أي إشعار أعطونا فرصة شهر شهرين ما عندهم الإمكانيات هاي أجوا وخبروا كل المنطقة أعطوا كل المنطقة إختارات قبل فترة الطيارة يوميا بتطلع بتسور يوميا يوميا فيه إختارات يعني هدموهم هون وهدموا أيضا يعني رغم إن فيه تهديد هون للبراكس مزرعة الخيل تبعتي هون أو أعطوني إختار عدة مرات إختارات وقالوا لي لازم تهد بخلال شهر هدموا الساحات تعوني الخيل هناك في الجهة الورانية هدموها وحاولوا يهدموا في الغرفان هدموا كمان غرفتين للخيول وقالوا لي لازم تهدم في إيدك ومعاك شهر يعني المحامي يكلي معاك شهر تهد أو بيجي بهدولك وإحنا نستنظر يعني إخواننا البدو كمان جمنا من هون أختروهم هدول أختروهم كل المنطقة أختروها وإحنا مش عارفين أشيء اللي بيسير في المنطقة هاي إنها أكثر من عشر سنوات إحنا على الجزيرة مباشرة طلعنا معاك أكثر من سبع مرات في منطقة عنات القدس وفي منطقة مخيم شعفات وفي مناطق مختلفة من مناطق القدس على ذات الموضوع الهدم المتكرر في مناطق القدس شو الرسالة؟ هدم المتكرر في أول شيء إخلاء المقدسيين وضغطهم بالقدس إنه ما يلقوش مأوى وسكن من إخراجهم من القدس حتى يسكنوا في الضفة لكن هم يعني ما يفكروا في التفكير ها التفكير هذا بعيد إحنا إلنا 72 سنة تحت الاحتلال ونصبر كمان 72 سنة رح نضل في القدس صامدين وصابرين هذا من اليوم صاحبها رح يصال نضحها ويبني لأنه من وين دا يعيش رح يبني بقرة ولن نخرج من أرضنا لكن أنت قلت الخسائر مليون تقريبا مواطن من أين له أن يأتي بهذا التعويض؟ من وين؟ أول إشي فيش أي جهة بتعوض اليوم فيش حدا بعوض هذا الإنسان عنده سبع ثمان إخوان ثمان إخوان عنده كلهم بشتغلوا على شفرية الترقات وتريلات يعني بلؤجرة كلهم شركة في هذه المكان يعني بسووا هذه المغسلة والمشحمة حتى في المستقبل يعيشوا من وراها لأنه شفير التريلات ما بقدر مستمر يشترع التريلات لليل نهار فسووها من أجل واشتغلوا عليها بجد وشغل مرتب حتى إنهم يعيشوا في المستقبل من وراها واشتغلوا مع المحاميين حطوا يعني أكثر واحد صرف على ترخصات وعلى المحاميين وخوارط حتى وصل المحكمة العليا قالوا لا إحنا بنا نهد يعني بنا نهد يعني عندما حولنا الحديث مع صاحب المشحمة والمكان قال ما الذي أقوله يعني أنا لا أستطيع الحديث للإعلام ما الذي أستطيع أن أقوله وأنا أرى هذا المكان أصبح مهدم بشكل كامل تيسير يالو ابن خالتي بكون وأنا بعتبره زي ابني وأنا شريكه بالأرض الأرض الجنب هذه إلي هذه ستة دنهم إله هو ثلاثة وأنا ألي ثلاثة أنا سويت سطبل خيل وهدموني قبل هالمرة قبل خمس سنوات ويختروني يوميا والثم بحجة أنه البراقص طبعه عالي بأنه البراقص طبعه ودي جي شارع طب يعني في شارع هد هوليه في كل كل هاي الناس هوليه ليش هو مثلا ليش هو مثلا معني إنه يعني هل في تحتين وفي فقينا يعني هم هدموا بقسم من براقص الخيل تبعي من هناك حواليه كم من غرفة والساحة تأتي الخيل هدموها بس كمان هم يعني مستقصدينه ما بعرف مع إنه هذه أرض وقفية لأوقاف القدس هذه أرض وقفية اسمها أرض البقعان عبد الشيخ عبد السلام الرفاعي وطابه أردني معاها طابه أردني وهو متأجرها أجار من أوقاف القدس ويتابع دائما بالإجراءات القانونية في بيت إيل وكل المواقع إحنا كل يتم نتابع حون مع بيت إيل مشان إحنا نظلنا قاعدين في هذه الأرض بس هما ما بدهم وإحنا بعيدين عن الشارع طلقا ليش بعيدين عن الشارع كيلومتر ومن الجهة التحتنية هاي كمان بعيدين بعيدين أكثر من 2-2 كيلو فهذا اللي صار يا عزيزي وفي المقابل المستوطنات في الجهة المقابلة والجهة أيضا الشرقية أيضا تتسع يعني المستوطن مسموح له وأنتم ممنوعون والله ما أحد مقدر يقول للقوي إحنا شعب مضطهض وإحنا أصلا يعني لاجئين مقدسيين وإحنا ما بنقدر نحكاي الشي ونقول بس حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني الوضع بشوف إن تجيت اليوم ممكن بقرة تيجي عندي بقرة تيجي عن جاري التاني التالت يعني ما فيش فيها المنطقة هذه مهددة كلها بالهدم كلية يعني مش بس تيسير تيسير بس هو بلشوا بتيسير لأنه هون أكثر إشي أكثر واحد باني ومعمر وحاطط مصاري هو إخوته يعني هذه حياتهم وهم نهو حياتهم ومستقبلهم فهدم هذا المغسل ما استقبلهم نهولهم إياه يعني نهولهم وحول أولا قوة إلا بالله إذن مشاهدين الكرام نحاول أن أخذ أحد الموظفين أيضا في وزارة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس يعطيك العافية عرفنا حالك أولا الله يعافيك السلام عليكم جواد جميل حسن مدير الأملاك الوقفي في أوقاف شؤون القدس في العزرية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية يعني كما تشاهد الآن هذه ممتلكات تابعة للأوقاف وأراضي وقفية يقوم الاحتلال بهدم ما عليها على رغم من سندية الأجار فيها وأنتم على الأقل تعطون المواطن الذي يقوم بالأجار بالبناء بحسب اتفاقيات عملية الهدم في أي سياك بتحطوه؟ والله هي همجية الاحتلال يعني موجودي ومتواجدي من من سنين ومشهودي بظل ضعف الشعب الفلسطيني وضعف إمكانياته وتخاذه للشعب العربي والإسلامي والعالم ككل على القضية الفلسطينية وأضعافها وهذا يعني هي من مخططات الاحتلال الصهيوني بالدعاء لفتح شوارع من هذه الأرض وغيرها الأرض هذه برضو يعني كل الشعب الفلسطيني هو مستهدف وربنا يعوض عليهم على المستأجرين مع أن يعني الأرض هي أرض وقفية بسند تسجيل طابو والبالغ تقريبا أكثر من ثلاثين دنم وهي من أوائل الأرض التي يعني أجرناها للحفاظ على الأرض وتمكين الأهالي القدس خصوصا كونها بلدة عناتا تابعة للقدس الشريف يعني دور وزارة الأوقاف هي قامت بتأجير الأرض لتمكين المستأجرين فيها والانتفاع منها خاصة وأنهم يعيلون أسر وعندهم ذوي الاحتياجات الخاصة للمستأجر وربنا يعوض عليهم في الخير إن شاء الله طيب أنا أتابع على الأقل يعني على الأقل عندما نتحدث عن الأوقاف في مدينة القدس الأوقاف في مدينة القدس تعد أملاك مستهدفة يعني تكرار الاعتداءات على وقفيات الكدس في أي سياق بتحطوها في هاي المرحلة يعني أراضي الأوقاف مع إنه إحنا نبذل كسارة جهدنا على تثبيتها وعمل تسجيلها ولدى الدوار الرسمية والمختصة وقمنا أيضا بمساندة المستأجر ومنحوا اتفاقيات خاصة لتقديمها للجهات الرسمية عند الاحتلال من أجل ترخيص وتثبيت هذه الأرض ويعني قيامة المنشآت عليها ولكن بات بالفشل للأسف ربما يعني أنا مش عارف شو بدأ أحكي لك شاعبنا مستهدف والأراضي الوقفية مستهدفة كثير من الدنمات الأراضي الوقف تم مصادرتها والاحتراز عليها أشكرك إذن مشاهدين الكرام كما تشاهدون في هذه الأثناء العملية الهدم يعني تمت قبل تقريبا نصف ساعة من الآن المكان تحول إلى مكان قد دمر بشكل كابل صاحب الأرض كما تشاهدون هناك في خلفية الصورة يتواجد حاولنا أن نتحدث معه لكن رفض الحديث وقال ما الذي يمكن أن أقوله بعد عملية الهدم أن تمت المخاسر على الأقل تقريبا مليون دولار يعني الخسائر كبيرة هنا نحاول أن أخذ أيضا رأي أحد الأخوات المتواجدة هنا يعطيك العافية يعني أنا شايفك بتطلعي وبتتصلي وفي حسرة في العينين يعني شو بقتلع أرضنا بصادر أرضنا بصادر حياتنا بصادر رزقتنا وكل إشي بيصادره هذا احتلال لا إنسانية لا إنسانية هذا احتلال عدواني هذا احتلال يعني بش ممكن يعرف الإنسانية فبالتالي أخونا بيصير وأخوة كلهم من كل مناطقهم يحاول أنهم يحصل على تصريح زيهم زي حدا حتى التصريح لا يعطوها ويش يبهدوا يعني حتى لا يساعدوك أنهم ياخدوا ياخدوا تصريح للبناء ولا بيخلهم يبنوا وطبعا كل يوم قهر كل يوم قمع للمقدسيين لكن أنا بحب أحكي رسالة بقسم كل أطفالنا وشبابنا ونسانا إحنا شوكة بحلقهم إحنا شوكة بحلق الاحتلال وما ما يهدوا رح نبني ورح نكمل ورح ناخد أراضي كتير زيادة ونعمل لأنه إحنا هاي أرضنا وإحنا مقتنعين وإحنا مؤمنين إنه هاي أرضنا وما حدا فينا رح يوم الأيام إنه هادا الإجراءات وتعسفية وهدم البيوت وهدم البيوت على أطفالها إنه هاي التجمعات كلها اللي بتصير إنه ممكن تأثر علينا لا ما رح تأثر علينا رح نستمر إحنا لأنه هاي القدس إنا وإحنا مؤمنين بحقنا التاريخي حقنا بالوجود حقنا على هذه الأرض وقرية عنات ومخيم شعفات يعني صامدين إن شاء الله وأهل صامدين وهذا احتلال يعني إن شاء الله سيقره ربنا وربنا كبير وحسبنا الله ونعم الوكيل وأنا بقول إنه يعني كفى 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 الاحتلال على العالم أن ينهي هذا الاحتلال آخر وأطول الاحتلال في العالم هذه رسالتي ونحن كنساء سنالذ أطفال وهؤلاء الأطفال رح يكونوا مقاومين ورح يبنوا ويكاوموا ويتموا موجودين بهذا المكان لأنه فلسطين إنا ما رح تكون إلا إنا طال الزمان أو قطر هي إنا وإن شاء الله سنبقى شوق في حلقة الإحتلال محتل أشكرك إذن مشاهدين الكرام هنا على الأقل الرسالة من الدسية المتكررة هدم ثم صناعة هدم ثم توسع الهدم في القدس في وراء الجدار وخلف الجدار ما زالت العملية مستمرة والإحصائيات تقول بأن العام الماضي كان كارثيا وهذا العام على مندينة القدس بالأعداد التي تم هدمها على الأقل ما نسمع في كل عملية هدم نغطيها على الجزيرة مباشر لا حول ولا قوة إلا بالله يبقى الفلسطيني وحده من غير دعم يبني والعمر يمضي والصورة كما تشاهد